شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي بمقر إقامته في واشنطن في إفطار عمل مع عدد من القيادات الجمهورية بمجلس النواب الأمريكي وصرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أكد على استراتيجية ومتانة العلاقات المصرية الأمريكية معربا عن تقدير مصر للدور الذي يقوم به مجلس النواب الأمريكي في تعزيز الشراكة بين البلدين والتطلع لمواصلة الارتقاء بهذه الشراكة وتعزيزها في مختلف مجالات التعاون الثنائي في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة كما أكد الرئيس السيسي الحرص على التواصل مع مختلف دوائر صنع قرار بالولايات المتحدة في إطار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين إذا مختلف القضايا وأوضح متحدث الرئاسة أن القيادات الجمهورية بمجلس النواب الأمريكي أكدت أن مصر تمثل حليفا رئيسيا للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط معربين عن التقدير لدور مصر المحوري كراكيزة للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط والقارة الأفريقية إلى جانب جهود مصر الناجحة في التصدي لخطر الإرهاب والفكر المتطرف كذلك مساعيها المتزنة الرشيدة بقيادة الرئيس السيسي للتوصل إلى حلول لمختلف الأزمات التي تمر بها المنطقة وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد حوارا متبدلا بين الرئيس السيسي وقيادات الجمهورية بمجلس النواب الذين حرصوا على الاستماع لتقدير سيادته تجاه مجمل الأوضاع الأقليمية بالشرق الأوسط وكذلك القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك كما تنولت المناقشات مع أعضاء مجلس النواب الأمريكي من القيادات الجمهورية مستجدات قضية سد النهضة حيث أكد الرئيس السيسي على موقف مصر الثابت الذي يهدف إلى صون أمنها المائي من خلال إبرام اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد وعرب أعضاء مجلس النواب الأمريكي عن تفاهمهم التام لشواغ المصر وموقفها من تلك القضية الحساسة التي تتعلق بالأمن القومي المصري ترجمة نانسي قنقر